محبة الله جل فعلا للعبد أن يجعل عبده المحبوب لديه موفقاً، مسدداً، منتصراً مستجابة دعوة وأيضاً آخر الثمرات التي نتعرض لها تهيجاً لمشاعر المكلف وتهيئة لقلبه أن يأخذ بأسباب الارتقاء لرب الأرض والسماء لمحبته وأن يكون محبوباً عند الله جل فعلا فيصير عبداً موفقاً مسدداً آخر الآثار هو أن الله يحارب لك يحارب عنك إن كنت محبوباً لديه إن كنت لك الحظوة عند ربك جل فعلا وأحبك الله حارب من أجلك وحارب لك والأصل فيه مطلع الحديث أن النبي قال من عاد لي ولياً المحبوب لدي الله جل فعلا من عاد لي ولياً فقد آذنته بالحرب إذن فإن الله جل فعلا ينافع عنك يدافع عنك والآية صريحة إن الله يدافع عن الذين أمنوا إن الله يدفع عن الذين أمنوا ولو تصفحت التاريخ تاريخ الأمم بأسرها تجد كيف أن الله جل وعلا قاتل أو حارب من أجل أوليائه وأصفيائه وأحبابه سبحانه جل فعلا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر